الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن وصراحة المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرس على مواصلة تطويرها في كافة المجالات وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة حرس الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطع غزة مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين ومؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية وأكد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة مشددا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين هذا وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على استمرار التنصيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة عقد وزير الخارجية سامح شكري والوفد الوزاري العربي الإسلامي اجتماعا مع رئيس الفرنسي إمانوال مكهان في رابع محطات الجولة التي يقوم بها الوفد للدفع تجاه وقف التصعيد في قطاع غزة حيث أكد الوفد على الدور الفرنسي الهام الداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية وخلال زيارتهم لبريطانيا ولقائهم وزير الخارجية ديفيد كاميرون أكد الوفد على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق واسعة بقطاع غزة وأفادت مصادر بالقطاع بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في جباليا شمال القطاع مما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين دون تمكن عربيات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت تواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لاهي السكني في محاولة منهم لمساعدة المواطنين بعد تعرض منازلهم لقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وكتائب المقاومة على عدة محاور بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين كما تم استهداف أحد عشر آلية عسكرية إسرائيلية متنوعة في محاور التواغل بحي الزيتون وتل الهوى والشاطئ والشيخ ردوان شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على مواصلة الحرب التي يخوضها الكيان الإسرائيلي حتى تحرير جميع المحتجزين والقضاء على تهديد حركة حماس على حد قوله وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إنه سيسمح للصليب الأحمر الدولي بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة وأن القطاع لن يشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إطلاق صراح المحتجزين لن يتم قبل الجمعة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وسط إطلاق نار كثيف وفي مدينة الخليل اقتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين خلال مداهمتها عدة منازل أكدت مصادر أمنية لبنانية مقتل الناجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله بغارة إسرائيلية جنوب لبنان وأفادت مصادر أمنية بمقتل أربعة آخرين من الحزب في تلك الغارة وكان جيش الاحتلال قال إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية وعلى خلية حاولت إطلاق صواريخ على إسرائيل قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وخلال اللقاء أوضح المستشار محمود فوزي أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عمل على تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات التسع الماضية بمفهومها الشامل من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اشتركوا في القناة